سمعنا دور الكنيسة شفنا من الأخ إهاب أنه كيف الكنيس عم تتوحد عم بتصلي عم تطلب وجه الرب بغض النظر مين المسؤول على الكورونا الكورونا بتخليني أنظر إلى نفسي أنه فعلا أنا محتاج أتوب أمام الرب أتوب أمام الرب وبالنسبة هل إحنا في آخر الأيام دائما إحنا في آخر الأيام المهم أنك تكون مستعد لمجيء الرب والله يعني الرب رح يجي كلس يعني بساعة لا تتوقع رح يجي مجيء فوري يعني بدون صبق يعني فالرب جاي فأنت تكون مستعد عيش حياة الاستعداد والقداسة لكن الدور المطلوب منك أنك تكون بلسم تكون رسالة شفاء رسالة رجاء رسالة محبة رسالة أمل أنك تكون صوت بوق للحق تكون رسالة نور خلي نور المسيح يشع من حياتك يقول كتاب إن كان النور فيك ظلام فالظلام كم يكون إن فسد الملح فبماذا يملح دورنا أحباء في المجتمع أنه فعلا نعكس طبيعة المسيح وصورة المسيح رسالة وإرسالية المسيح قال يسوع العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون قال يسوع المسيح روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسرين القلوب في كتير ناس مكسورة قلوبها أحلامها ضايعة في كتير ناس خايفة يعني خايفة هذا شيء طبيعي إنك يتخاف بس ما تخلي الخوف يسيطر على حياتك لأنه عندما يسيطر على حياتك تصبح مشكلة روحية الله لم يعطينا روح الخوف أيضا للعبودية ربي حررنا من الخوف بالامتلاء من الروح القدس روح المحبة لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ويمكن هاي الأيام تكون فرصة أنك تكلم شخص عن المسيح ممكن تكون فرصة مثل ما شفنا لكنيسة الأقباط أبونا بشوي عم بساعدوا ألاف من الناس ممكن تكون فرصة أنك تسعف شخص عيلي محتاجي تبعت لهم سلة غذائية في دول كتير متضررة صعبة بيمروا في ظروف أصعب كتير من اللي إحنا فيها يمكن عندنا الأدوية وعندنا الإمكانيات التقنية لكن في دول كتير بعانوا جدا فيك تكون يعني بركة وفيك تكون رسالة وفيك تكون مساعدة لأي شخص تعرفوا إحنا عارة على البرنامج إحنا فيه جزء يعني منعمل خدمات اجتماعية من ساعد مساعدات إنسانية في الدول المحتاجة فإذا رب يشغل قلبك وطبعا إحنا مسجلين رسميا في كندا وفي أمريكا وفي أماكن أخرى بالنسبة للتاكس رسيد بس الأهم من هذا الناس محتاجة لكلمة حلوة محتاجة ليسوع المسيح فكون هذا الصوت كون هذه الرسالة كون النور الحقيقي كون النور اللي بالشع نور المسيح اللي الشع من حياتك وأنا أفحص نفسي أمام الأمور اللي عم بتصير صار عندي قلق على المجهول والمستقبل شو رك ترجع للرب التوبة للرب تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بسلمك حياتي تعال أنت اللي يكون ملك وسيد ورب ومخلص على حياتي وإذا طلبت هذه الطلبة منحب نسمع منك اكتب تعليق شاركنا وابعت هذه المشاركة أيضا للآخرين والرب يباركك